اجتمع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمعالي السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بمكتبها بمقر المنظمة بباريس حيث بحث معها تطوير أوجه التعاون بين المنظمة ومملكة البحرية الوزير النعيمي ناقش مع بوكوفا المرحلة الثالثة من إطار التفاهم والتعاون بين الوزارة ومكتب التربية الدولية التابع لليونسكو في جنيب بشأن تعزيز جهود مملكة البحرين ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تربية المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام ونبذ الكرهية من حيث المنهج والبرامج والمواد والأنشطة التعليمية والثقافة الإعلامية والشبابية وغيرها من العوامل المؤثرة في النشر وكيفية التعامل معها خصوصا في المراحل العمرية المبكرة على صعيد آخر ناقش الوزير مع المديرة العامة تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والمهني استكمالا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة في تطوير مناهج التعليم الصناعي موضحا حاجة الوزارة إلى خبرة اليونسكو المعروفة في تطوير هذا القطاع في ضوء جهود الوزارة الحالية لتطويره من حيث تفريعاته وإعادة هيكلته بما في ذلك التلمذة المهنية والتعليم الفني للطالبات والتوجيه والإرشاد المهني للطلبة في المرحلة الإعدادية وفقا للمعايير الدولية والمستجدات في هذا الشأن لمساعدة الطلبة على اختيار التخصص الذي يناسب قدراتهم وميولهم في مختلف المراحل الدراسية